الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكامل حيال القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر وأكد مجلس النواب في بيان له أن قرار البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المغلطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمتل الواقع بصلة ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضعية إذا حقيقة الأوضاع في مصر كما أشار مجلس النواب إلى أن هذا القرار جاء مخيبا للأمال ومدللا على إصرار البرلمان الأوروبي غير المبرر في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر كما تابع تكاتل النواب تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي احتوى مجموعة من الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وعتبر تكاتل النواب التنصقية البيان تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري مشددا على أن مصر دولة ذات سيادة ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية كما حضرت كاتل التنصقية من محاولات تقويد حكم القانون والتدخل في أعمال السلطة القضائية يعقد مجلس أمان الحوار الوطني اليوم اجتماعا من أجل الاتفاق على قضايا المحور المجتمعي للحوار الوطني فضلا عن احتمالية الاستقرار عن موعد الرسمي لانطلاق جلسات الحوار وأسماء المشاركين به وخلال الاجتماع الأخير للحوار الوطني تم الاستقرار على قضايا المحور الاقتصادية كما تم ضم عدد من القضايا الرئيسية بالمحور مع بعضها البعض وترتيبها وفقا للإطار المنهجي لها وذلك من أجل تحديد أولويات المناقشات عند بدء جلسات الحوار قال الرئيس الأوكراني بلادامير زيلانيسكي أن أكثر من 6 ملايين منزل في أوكرانيا تأثروا بانقطع الطيار الكهربائي وذلك بعد يومين من ضربات كثيفة على البنية التحتية في البلاد وأوضح زيلانيسكي أن انقطع الطيار الكهربائي مستمر في معظم المناطق إلى جانب العاصمة كييف قالت الحكومة الأوكرانية أن عمليات الإجلاء الطوعية لسكان من مدينة خرصان الساحلية التي تمت استعادة السيطرة عليها مؤخرا جارية في الوقت الحالي وأوضحت الحكومة الأوكرانية أن أول قطار قد نقل 100 شخص من مدينة خرصان هذا وتحث أسلطات في خرصان السكان على مغادرة المدينة التي لا تزال بدون الكهرباء خوفا من القصف والبرود القاسية في الشتاء قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون عندما أطلق مسلح النار في مدرستين بولاية إسبريتوتو وسانتو البرزارلية وقالت الشرطة المحلية أن شابا مجهول الهوية فتح النار في المدرستين إحداهما خاصة والأخرى عامة مشيرة إلى أنه لا يزال طليقا ورجحت الشرطة أن يكون المشتبه في ارتكابه الحادث طالبا في إحدى المدرستين سجلت أصين 35183 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 3474 إصابة مصحوبة بأعراض و31709 بلا أعراض مسجلة ارتفاعا جديدا اليوم الثالث على التوالي وقالت لجنة الصحة الوطنية أنه بثثناء الحالات الوافدة سجلت أصين 34909 إصابات محلية جديدة منها 34505 مصحوبة بأعراض و31504 بلا أعراض فيما لم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5232 حالة ورياضيا تعدل المنتخب الإنجليزي معناظره الأمريكي بدون أهداف في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب البيت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم وبهذه النتيجة تصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط ويليه المنتخب الإيراني بثلاث نقاط ثم الولايات المتحدة بنقطتين وأخيرا ويلز بنقطة وحيدة وفي الجولة الأولى فاز المنتخب الإنجليزي على إيران بنتيجة 6-2 فيما تعادلت الولايات المتحدة مع ويلز بهدف لمثله وينتقي في الجولة الأخيرة المنتخب الإنجليزي معناظره الوليذي فيما يقابل المنتخب الأمريكي ناظره الإيراني ختم مجد الثامنة فاصل ورد لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر